اجتماع حكومي لمتابعة ضبط الأسعار ومدبول يشدد على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وزارة الإسكان تولن شروط التقدم لعشرين ألف وحدة في ست من محافظات الصعيد ضمن الإعلان الحادي عشر بالإسكان الاجتماعي والليرة الترقية تتراجع أمام الدولار مع تشكيك الحزب الحاكم في نتائج الانتخابات المحلية مشاهدين الكرام من النيل أخبار نحييكم هذه نشاطنا الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم فأهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وتفادي أي نقص في الكميات المعروضة من السلع حتى لا ترتفع أسعارها مع العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي اليوم مع وزراء التموين والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والإسكان وعدد من مسؤول الجهات المعنية لمتابعة الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار البدء في سحب كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الحادي عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي ابتداء من الاثنين المقبل وأوضح الجزار أن التقديم والتسجيل يبدأ من الثاني والعشرين إلى الثلاثين من إبريل لذوي الاحتياجات الخاصة ثم لجميع المواطنين من الأول إلى الحادي والثلاثين من مايو المقبل جتضمنوا الإعلان عشرين ألف وحدة سكنية بنظام التمليك بمحافظات سهاج بني سويف قنة وأسيوت والأقصر بالإضافة إلى الفيوم أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أنه سيتم التطوير الشامل لكل ورش هيئة السكك الحديدية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بها وتوفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة وخلال اجتماع موسع قده مع رؤساء ورش إرماس وكوما براضي أشار الوزير إلى أنه سيتم التعاون مع الشركات الأصلية المصنعة للجرارات للإشراف على عمل العمرات في ورش السكك الحديدية بقطع الغيار الأصلية وبأيد العمالة المصرية لتدريب العاملين المصريين ونقل الخبرات إليهم وتوفير العملة الصعبة بالإضافة إلى توفير الوقت أعلنت وزارة المالية عن تنظيم ورش عمل على مستوى جميع المحافظات الجمهورية تبدأ من غد وحتى الخميس الثامن عشر من الشهر الجاري للتأكد من جهزية العاملين بجميع الجهات الحكومية بآليات عمل منظومة التحصيل الإلكتروني الحكومي وذكر بيان لوزارة المالية أن ورش العمل تأتي تنفيذا لقرار إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية والتي تزيد قيمتها عن 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني بدءا من مايو من عام 2019 دعت وزيرة الاستثمار صحر نصر دعت الشركات الأردنية إلى زيادة استثماراتها في مصر والتي تبلغ حاليا نحو 600 مليون دولار وخلال لقائها بعدد من الشركات الأردنية على هامش اجتماع اللجنة الوزرية المصرية الأردنية أشرت نصر إلى أن استثمارات مصر في الأردن بلغت حوالي المليار دولار من خلال 499 شركة أكد وزير الاتصالات عمري طلعت أن المناخ حاليا مكتمل الأركان للقيام بشراكة حقيقية في مجالات الاقتصاد الرقمي المشترك مع الجانب السعودي وأعلن وزير الاتصالات خلال كلمته في المنتدى المصري السعودي للاقتصاد الرقمي بحضور نظري السعودي عبدالله بن عامر السواحة أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إقامة تعاون المشترك يعود بنفع على البلدين لا سيما الشباب وأكد طلعت على مساء وزارة الاتصالات لإقامة اقتصاد رقمي معرفي عبر مشروعات تطرح كل يوم انخفضت مؤشراتها خلال تعاملات اليوم وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة المصرية نحو ثلاثة مليارات جنيه ليصل إلى مستوى ثمانمائة اثنين وعشر وتسعة من عشر مليار جنيه لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة هدى المنشاوي خبيرة أسواق المال أستاذة هدى تحياتي تحت أمرك أنا بيخديك أهلا بحضرتك أستاذة هدى يعني كيف تابعت جلسة اليوم وفي رأيك ما هي أسباب الانخفاض في هذه الجلسة نحن نعتبر ده انخفاض تكتيكي بنسميه لما بنيجي نعمل نمازج فنية معينة وبنعمل عليها ريتست عشان ياخد العزب الجديد نعم ويبتدي ان هو يسعى الثاني نعتبر ان احنا محافظين ومرتكزين على المستوى 1500 الان والفوليوم يعتبر أعلى من الأمس وده في حد ذاته جيد جدا يبقى اذا احنا ما زلنا في التريند عرضي ما بين الـ 14500 والـ 15300 محتاجين طبعا محافظات وأخبار إيجازية لدخول الأموال الذكية عشان نتخطى المستوى اللي هو عنق الزجاجة بالنسبة لنا الـ 15245 ثم الـ 15321 اللي هي كانت القمة السابقة للموجة السعادة اللي احنا فيها نعم طبعا في حالة اختراق المستويين دول يبقى حنوصل للمستهدفات بتاعتنا اللي احنا بنحضر لها للنموذج الفني الإيجابي اللي موجود دلوقتي ما بين 15800 للـ 16000 بإذن الله يبقى كل الحكاية محتاجين شوية صبر المؤسسات المصرية بتمنى أنها تقوم بدورها كصانع سوء لحماية الأفراد أن يبقى فيه المزيد من المحافظات عشان نقدر نخترق بسهولة ويبقى الأموال الذكية تقدر تدخل بمنتاز سهولة ونبتدي نشوف بوليوم أعلى من المليار مرة أخرى إن شاء الله أستاذ هدام ننشوي خبرية أسواق المال شكرا جزيلا على هذا التحليل بالطبع مشاهدين الكرام يمكنكم متابعة مؤشر النيل في السادسة ونص بإذن الله لمزيد من التحليل وتحليل أكثر وقعية لأداء البورصة المصرية إلى موضوع آخر حيث أكدت وزيرة التخطيط هلا السعيد أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة والمقرر تنظيمه غدا بالعاصمة اللبنانية بيروت يعد الألية الإقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هذا وتشارك وزيرة التخطيط في المنتدى كمتحدث في الجلسة العامة الأولى كما تترأس الجلسة الفنية السادسة والخاصة التي تعقد في اليوم الثاني للمنتدى تحت عنوان إعادة النظر في مسألة عدم المساواة في المنطقة العربية كشفت إحصائية أن إجمالية الاستثمارات الكويتية في مصر بلغت أربعة وسبعة من عشر مليار دولار وأوضحت الإحصائية أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول المستثمرة في مصر لافتة إلى أن عدد الشركات التي تم تأسيسها وبها مساهمات كويتية بلغ 364 شركة برأس مال 918 مليون دولار وذلك خلال الفترة من إبريل من 2014 إلى 30 من ديسمبر من 2018 إلى تركيا حيث تراجعت الليرة هناك لتسجل خمسة وسبعة آلاف مئة وعشرين من عشرة آلاف مقابل الدولار بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن من المستحيل لمرشح المعارضة الفوز في الانتخابات البلدية بإسطنبول وانخفضت قيمة الليرة بنحو 51 من 100% عن إغلاق يوم الجمعة السابق والبالغ خمسة ستة آلاف مئتين وعشرين من عشرة آلاف بعد تصريحات أردوغان والتي يتعرض حزبه لضغوط بفعل النتائج الأولية للانتخابات البلدية والتي فقد خلالها السيطرة على كل من أنقرة وإسطنبول وفي العام الماضي فقدت الليرة نحو 30% من قيمتها أمام الدولار بفعل مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي التركي بالإضافة إلى تدهر العلاقات مع واشنطن وإلى ألمانيا حيث ترجعت الصادرات والواردات الألمانية أكثر من المتوقع في فبراير في أحدث مؤشر على أن نمو أضخم اقتصاد أوروبي سيكون هزيلا في الربع الأول من هذا العام وأقل مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الصادرات تراجعت بـ 1.3% عن الشهر السابق في حين انخفضت الواردات بـ 1.6% وأدى هذا التراجع إلى اتساع الفائد التجاري قليلا إلى 18.7 مليار يورو من 18.6 مليارا في الشهر السابق إلى عالم النفط حيث أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن أسواق النفط في طريقها نحو التوازن مؤكدا أن دول المنتجة قد لا تحتاج لخفض انتاجها بشكل إضافي هذا وستجتمع الدول المنتجة للنفط من داخل أوباك وخارجها في يونيو لاتخاذ قرار بشأن مسألة تمديد خفض الانتاج إلى ما بعد المهلة النهائية المتزامنة مع انعقاد الاجتماع أو حتى تطبيق تخفيضات إضافية في الانتاج هذا وفي أسواق النفط العالمية ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر من 2018 اليوم مدفوعة بتخفيضات الانتاج الحالية التي تطبيقها أوباك بالإضافة إلى العقوبة الأمريكية على كل من إيران وفنزويلة والقتال في ليبيا فضلا عن بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة وارتفع خام القياس العالمي المسمى بمزيك برينت 28 سنة ليسجل 70 دولار 622 من 100 من الدولار للبرميل وزاد خام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي 30 سنة إلى 63 دولار 39 سنة للبرميل هذا وفي أسواق المعادن النفيس ارتفعت الأسعار أيضا إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع تراجع الدولار بعد بيانات أظهرت تباطؤ النمو الأجور الأمريكية الشهر الماضي وارتفع السعر الفوري للذهب بـ 4 من 10 بالمئة بينما خفضت الفضة في المعاملات الفورية بـ 3 من 10 بالمئة إلى 15 دولار 9 سنتات للعقية وفي أسواق الأسهم الأوروبية تراجعت الأسهم عقب مكاسب قوية على مدار أسبوع حيث أضرت بيانات التجارة الألمانية الضعيفة بشركة السيارات وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بـ 13 من 100 بالمئة وتراجع مؤشر داكس الألماني شديد التأثير بالتجارة بـ 3 من 10 بالمئة ومن أسواق المال الأوروبية مشاهدين كراما هينا نشرتنا ونذكركم بهم أخبارها اجتماع حكومي لمتابعة ضبط الأسعار ومدبولي يشدد على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وزارة الإسكاني تعلن شروط التقدم لـ 20 ألف وحدة في 6 من محافظات الصعيد ضمن الإعلان الحادي عشر بالإسكاني الاجتماعي والليرة التركية تتراجع أمام الدولار مع تشكيك الحزب الحاكم في نتائج الانتخابات المحلية شاهدينك كرام كانت هذه نشطة الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة